بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبهات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمّان لاكملان على أشرف الأنبياء والمرسدين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنّ بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما وهذه الترجمة تتعلّق بأمرٍ عظيم ووصفٍ جليلٍ كريم ما تخلّق به المسلم إلا نال كمالات الإيمان وحاز الرضا من الرحمن وكان في سترٍ وعافيةٍ في دينه ودنياه وآخرته وهذا الأمر يتعلّق بالورع ولذلك قدّم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب على أبواب البيوع بعد أن ذكر رحمه الله مشروعية البيع من كتاب الله وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المسلم إذا طاب مكسبه وطاب طعامه وشرابه وملبسه فلا شك أنه على خيرٍ عظيم ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه إذا طاب مطعم الإنسان استجيبت دعوته وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن العبد يرفع كفيه إلى السماء ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذّي بالحرام وهو ينادي ربه أن يستجيب دعاءه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستبعاد أنه لا تستجاب دعوته فقال عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذّي بالحرام ولذلك بيّنت نصوص الكتاب والسنة أن على المسلم أن يتق الله عز وجل فيما يكتسبه ومن فقه هذا الإمام الجليل رحمه الله برحمته الواسعة أنه قدّم هذا الباب على مسائل البيوع وأحكامها لكي ينبّه على خطر الورع وأن أمر الورع وإن كان في المباحات لكنه يتوصل به إلى ترك المشتبهات وإلى ترك الأمور المحرّمة ولن تجد عبداً يوفّق للورع إلا فتحت في وجهه أبواب الخير ويُسِّرت له مصالح الدين والدنيا والآخرة لأنه لا يتصف بالورع إلا من يتق الله ولا يتخلّق بخلق الورع إلا من يخاف الله ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الأمر العظيم ترجم الإمام البخاري ورحمه الله بهذه الترجمة أن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة وهذا يدل على أن الله أقام الحجة على عباده فالدين بحمد الله الحلال فيه بيّن واضح لا لبس فيه والحرام فيه بيّن واضح لا لبس فيه وإنما يحصل اللبس في أمور فيها شبه بالحلال والحرام لا يعلمها عوام الناس ولكن يعلمها العلماء الذين نوّر الله بصيرتهم وجعلهم على صراط مستقيم في أمور دينهم فهم الذين يقيمون حجة الله على خلقه ببيان ما أحلّ الله لكي يعملوا به وما حرّم الله لكي يجتنبوه ومن هنا فإن على المسلم أن يعتني عناية عظيمة بالرجوع إلى العلماء وأن يجعل ديدنه وشأنه في أمور الدين أن يرجع إلى العلماء الراسخين لأن أمور الدين المشتبهة أمور خطيرة تنتهي بالإنسان إلى الحرام ومن تساهل فتّ في الشبهات والأمور المشتبهة لا شك أنه سيقع في الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالحلال الذي أحلّه الله دلّت عليه النصوص في كتاب الله وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم والحرام الذي حرّمه الله دلّت عليه النصوص في كتاب الله وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم والمرجع في الحلال والحرام إلى هذا الأصل العظيم كتاب الله وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا نَجَى الصلاة والسلام إلا وقد أقام حجّة الله على خلقه ولذلك قال في حجّة الوداع ألا هل بلّغت قال فاللهم أشهد وكان يرفع بأصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الصحابة رضوان الله عليهم فشهدوا له بالبلاغ وهم عدول الأمة فليس هناك أمر ملتبس في دين الله لكن إذا رجع الموفّق إلى العلماء إنما تلتبس الأمور وتشتبه والعياذ بالله إذا كان الإنسان يتبع هوى نفسه أو كان يرجع إلى أنصاف العلماء أو يرجع إلى من يوثق به في الفن أو العلم الذي يسأل عن الحكم فيه فكل ميسر لما خلق له فمن كان معتصماً بحبل الله معتصماً بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهل الذكر وهم العلماء ومن كان مضيّعاً لذلك وقع في الشبهات والتبست عليه الأمور وكلما خرج من شبهة والعياذ بالله وقع في غيرها ولربما تساهل في الشبهات ثم إذا تساهل في الأمور المشتبهة خاصةً إذا حكم هواه فإنه لا يلبث أن يقترب من الحرام ثم يرتع حول الحماء حتى يقع فيه والعياذ بالله وذكر العلماء رحمهم الله أن من تساهل في الشبهات وكذلك تساهل في الرجوع إلى أهل الأهواء وأنصاف العلماء لم يأمن والعياذ بالله من انطماس البصيرة اللهم إنا نسألك أن تعصمنا بعصمتك فهذه الترجمة قصد الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة أن يبين ما ينبغي على المسلم أن يحذره في الكسب واختلفت مناهج العلماء فمنهم رحمهم الله من يذكر هذا الحديث في كتاب البيوع كما صنع الإمام البخاري رحمه الله ومنهم من ذكره في كتاب الأطعمة ومنهم من ذكره في كتاب أو بين أحاديث الفتن فالأول كالحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله في العمدة والثاني كالإمام أبي داود في السنن فمن العلماء من جعل من اهتم بالشبهات في البيوع ومنهم من اهتم بها في الفتن ومنهم من اهتم بها في المطعم وهذا كله معتبر والإمام البخاري رحمه الله جمع بين ذكر الحديث في كتاب الإيمان وذكره في كتاب البيوع فذكره في موضعين من الصحيح ذكره في كتاب الإيمان في باب من استبرع لدينه قال بعض الآئمة رحمهم الله في شرحه إنما ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان ذكر هذا الحديث لأن الورع لكي ينبه على أن الورع من مكملات الإيمان وأن العبد الموفق الذي كمل إيمانه كمل ورعه وكذلك اعتنى بذكره في كتاب البيوع لأهمية المكاسب وأثرها على عبادة الإنسان وعلى صلاحه وعلى تقواه ولأنه لا يأمن إذ اتبع الشبهات في المكاسب أن يظلم عباد الله وأن يأكل أموالهم بالباطل وأن يتلاعب بدينه ويتساهل في حقوق العباد حتى يأكل الحرام بأدنى الرخص ولذلك اعتنى الإمام البخاري رحمه الله بذكره في كتاب البيوع والإمام مسلم رحمه الله لم يترجم للصحيح كما هو معلوم ولكنه ذكر هذا الحديث في أبواب البيوع والتراجم الموجودة لصحيح الإمام مسلم كما هو معلوم للإمام النووي رحمه الله برحمته الواسعة فذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب البيوع وأما الإمام أبو داود رحمه الله فقد ذكره في ثنايا الأحاديث في كتاب الفتن قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لمستبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع مستبان والمعاصي حما الله من يرتع حول الحماء يوشك أن يواقعه ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة المقتطعة من الحديث والإمام البخاري إمام عظيم وأعطي بفضل الله عز وجل فهماً وعلماً ودرايةً بمتون الأحاديث كما أوتي العلم برواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ولم يزل فضل الله عليه وعلى المسلمين به عظيمة نسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته وأن يجزيه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته خير ما جزى عالماً عن علمه الإمام البخاري رحمه الله يترجم وترجم للأحاديث وهذه التراجم ذكر كثير من العلماء والأئمة ممن كتب في شرح الصحيح أو بيّنه بالسماع والإلقاء أن الإمام البخاري فقهه في تراجمه فتراجم الإمام البخاري في الأبواب علم مستقل لو نظر الإنسان فيه وتأمل لوجد فيه الدرر وعلم فتح الله على هذا الإمام الجليل في دقته في الاستنباط فتارة يترجم بالآية وتارة يترجم بالحديث وتارة يترجم ببعض الحديث وتارة تكون الترجم أعم من الحديث وتارة تكون أخص من الحديث وتارة تكون بمعنى الحديث لا بلفظه وهذا كله له فيه قصد دقيق كثيراً ما يكشف العلماء هذه المعاني الدقيقة التي يقصدها هذا الإمام الجليل ففي الباب الذي سبق هذا الباب ترجم بالآية في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وهنا ترجم بلفظ الحديث الحلال بين والحرام بين وإذا ترجم فجمع بين الكتاب والسنة وقدم ترجمة الكتاب ودلالة المشروعية وبما سبق بيانه ثم أتبعها بالسنة وحينما جاء إلى هذه الترجمة المقتطعة والمجتزأة من هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه لما اجتزأ جعل الترجمة في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ومشبهات ومتشابهات ومشتبهات كلها الفاظ في الحديث والمعنى واحد سواء بصيغة المعنى قد يكون متقاربا لكنه سواء بصيغة الجمعة وبصيغة الإفراد لكن الإمام البخاري رحمه الله حينما يأخذ الترجمة من الحديث فتارة يذكر الحديث وحده وحينئذ لا إشكال فيكون قد ترجم بلفظ الحديث فراع الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الترجمة بلفظ الحديث لا شك أنها أجمع وأكبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثم إن الإمام البخاري رحمه الله ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وهذا الحديث حديث عظيم وفيه كثير من المسائل والفوائل ولذلك قال بعض العلماء هذا الحديث عليه من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وقد جمعها الناظم بقوله عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية فهذا الحديث كانوا يقولون ربع الإسلام وهذا الحديث الشريف أصل عند العلماء في الورع قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث أصل في الورع وما ينبغي من ترك المشتبه الأمور المشتبهة أصل في الورع وهذا الحديث اتفق الشيخان الإمام البخاري ومسلم على إخراجه فهو في أعلى درجات الصحة أعلى الصحيح ما عليه اتفقاء فما روى الجعفي فردا ينتقى فهو في أعلى درجات الصحة ثم هذا الحديث كما ذكر الإمام الحافظ بن رجب وغيره تختلف فيه الروايات بزيادة أو نقصان لكن المعاني فيها متقاربة وقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين يقول الإمام البخاري رحمه الله بسياق سنده ذكر هذا الحديث وذكر تحولات الإسناد وهذه التحولات في الإسناد المراد بها التقوية والتأكيد قال بعض العلماء قصد الإمام البخاري رحمه الله من هذه التحولات أن يثبت سماع النعمال بن بشير رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم فالنعمال بن بشير رضي الله عنه وأرضاه كان صغير السن وهو كبير القدر رضي الله عنه وأرضاه ولد بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر شهراً فهو من صغار الصحابة باتفاق أئمة السير وكان أول مولود للأنصار كما أن عبد الله بن الزبير ولد معه في ذلك الوقت وكان أول مولود للمهاجرين فمن أهل العلم من شكك في سماع النعمان لصغر سنه ومنهم من أثبت السماع وحكي عن الواقدي أنه حكى عن أهل المدينة أنهم لا يثبتون السماع للنعمان من النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه الآئمة والمحققون كالإمام بخاري وغيره كالإمام بخاري وغيره رحمهم الله جميعاً على أن النعمان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء بالروايات المصرحة بالسماع عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أشار النعمان إلى أذنه بأصبعه إلى أذنه أي أنه يروي الحديث مباشرة لا بواسطة وهذا السن كان رضي الله عنه في الثامنة وهي سن التمييز يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويذكره العلماء وإمة المصطلح مثالاً على رواية الصغير وتحمل الصغير وأنه إذا كان مميزاً اعتد بروايته يقول رحمه الله عن النعمان بن بشير هذا الحديث اتفق الشيخان على روايته من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أمه وأبيه هو أبو عبد الله وقيل أبو محمد النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة ابن جلاس ابن زيد ابن مارك بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعن أمه وأبيه فأبوه النعمان بن سعد صحابي وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة والصحابي الجليل فهو خاله رضي الله عن الجميع وأرضاهم فهو من الصحابة الذين جمع الله لهم الشرف بصحبة الأب بإسلام الأب والأم الأبوين كعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ونحوهم من الصحابة رضي الله عنهم كان رضي الله عنه وأرضا صغير السن وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثامنة والذي عليه المحققون أنه صح سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء ليس هناك حديث فيه اتصال وسماع من النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث حديث الحلال بين والحرام بين وهذا الحديث هذا الحديث قطعه الإمام البخاري ذكره الإمام البخاري رحمه الله في موضعين موضع الأول في كتاب الإيمان والإسناد فيه عال وذكره هنا في كتاب البيوع وبينا الوجه في التعدد يقول رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين هذا الحديث ساق النبي صلى الله عليه وسلم مقدمته لما بعدها لما قال الحلال بين والحرام بين فالأمر البين لا إشكال فيه وهو واضح لا لبس فيه ولكن الإشكال في المشتبه الذي فيه شبه من الحلال وشبه من الحرام عند كثير من الناس الذين لا يعلمون الحقيقة في حل هذا الأمر أو حرمته ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذا الحديث متعلقا بالورع والورع خلق الحميد إذا اتصف به الإنسان سلم له دينه واستقامت له آخرته ولقي الله سبحانه وتعالى خفيف الحمل سالما معافا وهذا الورع لا شك أنه يسير وسهل على من سهل الله عليه سهله الله عليه وصعب وعسير على من عسر الله عليه الورع قالوا أن تدعى ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس فصاحب الورع إذا استشكلت عليه الأمور أو اشتبهت عليه الأحكام التمس ما فيه السلامة وما فيه العافي فهو لا يتتبع الرخص وهو لا يبحث عن شيء يهواه وإنما جعل هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتبعاً للدين والشرع وهذا من أفضل ما يكون في عبودية العبد وذلته لله سبحانه وتعالى ولكن بشرط أن لا ينزل إلى مستوى الوسوسة التي هي من الشيطان والتي يقصد الشيطان منها أن يلبس على العبد دينه وأيضاً أن يشدد عليه في دينه ومن هنا أوجب ما ينبغي على العبد في طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن يلزم أهل الذكر لأن الله أمره بذلك فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر لأنه لن يجد ضياعاً ولا شتاة إذا سأل العالم الذي يوثق بعلمه ودينه وأمانته ولذلك كان السلف رحمهم الله يريدون السلامة وكانوا يقولون إن الرخصة أعظم ما تكون وأجمل ما تكون وأكمل ما تكون إذا جاءت من العالم الموثوق به لأن التشدد يحسنه كل أحد ويمكن لكل أحد أن يشدد على نفسه لكن حينما يكون الذي يأتي بالرخصة عالماً ربانياً فقد جعل الله عز وجل ووكل إليه أمانة العلم ولذلك زكى الله عز وجل أهل العلم من فوق سبع سماوات وزكاه نبيه عليه الصلاة والسلام لكن الراصخون في العلم وصفهم الله بالرسوخ وليس العلماء على مرتبة واحدة كما فضل الله بين الأنبياء والرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كذلك فضل العلماء وقال سبحانه وفوق كل ذي علم عليم فمن العلماء من وفقه الله إلى أخذ العلم عن أهله وضبطه وجد واجتهد بتوفيق الله في تحصيله والعلم بمسائله وأخذ على نفسه أنها أمانة يريد أن يؤديها ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام لعامة المسلمين فوفقه الله ورزقه الله من نور البصيرة والخوف منه سبحانه ولذلك وصف الله أهل العلم بالخشية فالعالم الرباني الذي يوثق بعلمه هو الذي يخشى الله جل جلاله قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله أصل العلم خشية الله ولذلك حصر الله الخشية في العلماء وقال شبحانه فقال شبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم هؤلاء هم المؤتمنون على الدين والشر فإذا نزلت المسألة بالإنسان وأخذ يبحث عن من يوثق بدينه وعلمه فإنه سيجد المرء الفرج والمخرج بإذن الله وكم من مسائل تلتبس حتى إن الإنسان لما يقرأه يقول أنا في حيظة من أمري ولكنه إذا جلس عند العلماء أو جالس العلماء كشف الله له حقيقة الأمر وأذهب عنه اللبس والغموض وهذا معروف ومشهود به ولذلك ينبغي للموفق إذا أراد الورع أن يبحث عن من يوثق بدينه وعلمه قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله أي أنه إذا وقف بين يدي الله وسأله عن حلال وحرام أخذه واعتقد قال حدثني مالك أو أخبرني مالك فرضي بهذا الإمام لما علم من علمه وضبطه وخشيته لله سبحانه وتعالى ولذلك النص من كتاب الله والنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم الرباني هذه هي النجا من المهلكة نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني فإذا رزق الإنسان ووفق أنه لا يسأل في أمر دينه إلا من يرضاه حجة بينه وبين ربه فحينئذ استقامت له الرخصة والعزيمة أن يبحث الإنسان عن من يثق بدينه وأمانته وإذا نظرت إلى الشبهات والمصائب التي يقع فيها الناس ولن تجد جماعة تجتمع فيحصل بينهم لبس ولن تجتمع أمه يحصل بينها لبس وخلط إلا إذا تكلم أهل الجهل أو تكلم أنصاف العلماء ولذلك كان المسلمون في سلامة من أمور دينهم حينما كان أوتاد الأرض بفضل الله وهم العلماء العاملون كانوا كثيرين ومعروفين ما كان يتكلم في العلم إلا من هو أهل وحينئذ أمن الناس من الشبهات ومن التباس أمور دينهم فالورع لا شك أنه يحتاج إلى من يقود إليه ويدل عليه فإذا كان الإنسان في أمور دينه يأخذ العلم عن من يثق بدينه فحينئذ لن يلتبس عليه المشتبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل لا يعلمها الناس إنما قال لا يعلمها لا يعلمها وفي رواية لا يعلمهن كثير من الناس معناه أنه يعلمها القليل فلما قال لا يعلمها الكثير فمراده العامة والذين يجهلون حكم الأمر لكن القليل الذين علمهم الله واستناروا بنور الكتاب والسنة يعلمون الحكم يقول عليه الصلاة والسلام الحلال الحلال بين بدأ بالحلال لأن الذي أحله الله أكثر من الذي حرمه ولذلك قال الحلال بين ولأن اللبس يأتي فيما بعده فأخر الحرام لقربه من المشتبه ومن هنا قدم الحلال الذي فيه السلامة وقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحلال بين من البيان والوضوح يقال بان الصبح إذا ظهر ضوءه وانكشف ومنه البينة وهي الحجة الواضحة التي تكشف الحق وتظهره والعرب تقول بان الشيء إذا ظهر واتضح وكذلك أيضا إذا قامت الحجة عليه أضاعت فنمتغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقددي يصف غزالة فقدت صغيرها فوجدت جلد الغزال جلد الصغير وعليه اللحم لحمه مقطع فعلمت أن السبع قد افترسه فلاقت بيانا أي حجة فلاقت بيانا عند آخر معهدي أي عند آخر مكان عهدت فيه صغيرها فهذا يعبر به العرب البيان الوضوح فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين الحلال البين في كثير من الأمور التي أحلها الله واضحة لا لبس فيها سواء كانت في المآكل المطاعم أو المشارب أو كانت في الملبس أو كانت في المركب هذه كلها من حلال الله عز وجل فتجد الأطعمة من أصناف الثمار والخبز وغيرها كلها مما أحله الله عز وجل وتجدها في الملبوسات من سائر أنواع المباحات فهي كثيرة لا يمكن حصرها الحلال لا يمكن حصره لأن الله من نعمه واسع على عباده فما أحل أكثر مما حر ولو جئت تنظر إلى الحرام تجده قليل قليلا جدا بالنسبة للحرام ولذلك قال الله عز وجل وأحل الله البيعة وحرم الربا أحل الله البيعة عمم وحرم الربا خصص لأن رحمته واسعة ولأنه يريد التيسير على خلقه ويريد بعباده ولا يريد بعباده الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فهو يريد اليسر ولا يريد العسر الحلال بيّن والحلال بيّن في جميع ما ذكرناه هناك أمور مباحة لا يستطيع أحد أن يسأل عنها لأنها معلومة وحلها واضح لا يحتاج إلى بيان والحرام بيّن فأنت مثلا جاء الشخص يسأل عن الماء هل حلان شربه أو لا نقول لا أصل حله هذا من أوضح الواضحات ولا يحتاج إلى سؤال ولو نظر إلى أصناف الثمار والمزرعات التي يأكلها مثل النخيل كالتمر والرطب ونحوها هذه واضحة بيّن الحلال بيّن والحرام أيضا بيّن الحرام الذي حرمه الله بيّن واضح فيه ما هو واضح كالشمس كتحريم الشرك وهو أكبر الذنوب وأعظمها وما عصي الله بذنب أعظم من هذا الذنب ولا لقي العبد ربه بكفر وإعراض أعظم من أن يلقاه مشركا به أو كافرا به جاحدا والعياذ بالله ألوهية الله وربوية وأسماءه وصفاته فهذا أعظم الذنب وهو بيّن واضح وكذلك أيضا بالنسبة للقتل فإنه حرام بيّن واضح والزنا وشرب الخمر ونحوها من المحرمات محرمات واضحة بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات مشتبهة أي بين الحلال والحرام أمور فيها شبه من الحلال وفيها شبه من الحرام ذلك أمور مشبهة ومشتبهة ومتشابهة شابهة وهذا إنما يكون كما ذكرنا إما أن يكون لعامة الناس فإذا جاء يريد أن يأخذه ويقول إنه حلال وجد أمرا أو شبهة تدلّه على حرمته وإذا جاء يريد أن يحرّمه على نفسه وجد ما يرغبه ويدلّه على أنه حلال وأنه لا لبس فيه وحينئذ يكون الأمر مترددًا فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام لا يعلمهن أو لا يعلمها لا يعلم هذه المشتبهات أي لا يعلم حكمها كثير من الناس كما ذكرنا لم يقل كل الناس وإنما قال كثير من الناس وهذا الكثير قد يكون من طلبة العلم فطالب العلم قد يفتح الله عليه ويدخل في طلبه للعلم ويكون بين أيدي العلماء لكنه لم يأخذ العلم تاما كاملا إما لقصور في العالم الذي يقرأ عليه ولذلك كان العلماء على مرّ الظهور إذا طلب طالب العلم عند أحد علما وكان هناك من هو أعلم منه قال له اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني وهذا معروف في تراجم العلماء أن العلماء مراتب فيكون طالب العلم قد قرأ على عالم ويكون هذا العالم ليس عنده إلمام كامل والكمال لله وحده لكنه الإلمام الذي يضبط به المسائل ويطقن به أن حكم المسائل سواء كانت الأصل أو النوازل فحينئذ كما وقع القصور في العالم سيقع في طالب العلم وتارة يكون العالم متمكنا ولكن طالب العلم لا يوفق في فهم كلام هذا العالم أو ضبطه أو إتقانه وحينئذ تججه ينقص بحسب ما حصل منه من التقصير في الطلب فمن طلبة العلم من إذا جالس العلماء فتح الله عليه فجمع فأوعى وضبط وحاول قدر المستطاع أن لا يجاوز الكلمة قبل الجملة والجملة قبل العبارة إلا وقد ألم وضبط وحفظ وأتقن لأنه يريد أن يرضي الله في العلم على أتم الوجوه وأكملها فهو يبذل جهده ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة فما وجد في أهل العلم أحد تعب وجد واجتهد وعانى في الضبط والإتقان وتحمل حتى في بعض الأحيان غلظة العلماء عليه ومشائخه وصبر على ذلك وصابر إلا بلغ المراتب العلم فيكون القصور في طالب العلم من هذا الوجه وتارة يكون البلاء العظيم في طالب العلم أنه يطلب العلم بالشهوة وبالهوى فتجده يجلس في مجالس العلماء أو طلبة العلم نصى الله السلام وعافه وهذا إن شاء الله أندر من النادر لكنه خلل لا بد أن يبين وهو مما يورث الشبهة ويجعل الأمر ملتبسا عليه أنه يغرر بنفسه إما أن يغرر نفسه بنفسه أو يغرره الغير وتجد تجده إذا اغتر بنفسه أنه يجلس في مجالس العلماء يفهم بفهمه ويضبط بضبطه والمسائل تصاق على ما يهوى وعلى ما يريد بل إن بعضهم يتكبر ويستكبر عن مراجعة الشيخ فيما فهم لأنه يرى أن فهمه هو الذي عليه المعول وأنه مصيب وهذا نصى الله السلامة والعافية من أعظم الجهل الجاهل الذي يجهل أنه جاهل وهذه مصيبة عظيمة وهذا من تزيين الشيطان وذكروا العلماء في تلبيس إبليس والعياذ بالله في طلب العلم فتجده يظن أنه قد ارتقى ثم إذا طالت المدة في جلوسه مع أهل العلم هو يحكم على نفسه أنه من أهل العلم بالمدة وطول الزمان ولا شك أن طول الصحبة له أثر وله وقع كبير في ضبط العلم تفقه عبدالله بن وهب الإمام الفقيه المحدث على يدي الإمام مالك عشرين سنة جلس بين يديه يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام مالك ويسأله عن معناها فجمع بين الرواية والدراية وهو من أئمة الحديث رحمهم الله فهذا طول الزمان لا شك أنه معين على الضبط والإتقان ومن طالت صحبته للعلماء ليس كمن قصرت لكن من طلب العلم من اختصر الزمان فالسنة الواحدة بالنسبة له كعشرات السنين بالنسبة لغيره وهو الجاد المجتهد فهذا الذي لبس عليه يجد أنه إذا جلس عند العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني المشهور المد الفلانية أنه قد أصبح مثله وأنه من حق أن يفتي وأنه إلى غير ذلك من أمراض القلوب فهذا كله من الخلل الذي يوقع في الشبهة الاقترار بالنفس وتارة يغرره غيره تجد الرجل يحفظ شيئا من كتاب الله وقد لا يحفظ القرآن كاملا فيتقدم للإمامة فيبدأ بقراءة الأحاديث بعد الصلوات ثم يقرأ بعض الشروح في التعليق عليها ثم يبدأ يعبر للناس بكلامه وأسلوبه ثم نصى الله السلامة والعافية كل يوم يأتيه شخص ويقول له ما هذا الحديث الحسن والله أنت أعجبتني وأنت كذا أعظم بلاء على أهل العلم المدح والتزكية أعظم بلاء على أهل العلم المدح والتزكية لأن الله نهى عنها عامة الخلق فأولى من يتخلق بذلك طلبة العلم وأهل العلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقع التزكية ماهلكه إذا تقدم الإنسان وابتلي بمن يزكيه ويمدحه فهذا على هلكه إلا أن يرحمه الله برحمته ولذلك يبدأون ويقولون له أنت وأنت فيبدأ ويأخذ المسائل منهم يقول لأجل أسأل العلماء فيذهب اليوم الأول ليسأل اليوم الثاني ليسأل والأسبوع الأول والشهر الأول ثم بعد ذلك يضيف على الفتاوى التي يسمعها من تقريراته وتحبيراته وإضافاته ثم لم يفاجأ الرجل يوم من الأيام ما في دعا يذهب إلى فلان ويسأل هذه مسألة واضحة ونسأل الله السلامة والعافية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس انتبه اتخذ الناس فهؤلاء لم يأذن لهم العلماء أن يعلموا ولكن اتخذتهم الناس اتخذتهم بالمدح أسلوبك جميل وطريقتك طيبة وإنه والله لبلاء عظيم أن تجد من يغرد بالمقطع لصبي قد يكون ما نهز الحلم يتكلم عن شيء بعبارات منبقة يحفظها فإذا بهذا يعلق يقول قال ما لم يقله العلماء إنا لله وإنا كبرت كلمة تخرج من أفاهم يقولون إلا كذبة هل جالست العلماء حتى تعرف أنه قال ما لم يقله العلماء ولذلك تجد المصائب العظيمة اتخذ الناس تأمل هذا الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فهو جاهل في نفسه والعيد جهال بصيغة فعال التي تدل على المبالغ جاهل في نفسه وجاهل بحقيقة نفسه نسى الله السلامة والعافية فيمدح ذلك المدح ويعطيه ذلك الثناء فهذا فهذا كله مما يورث الشبه إياك ثم إياك إذا وطئت قدمك مجالس العلم أو وقفت لكي تتكلم في العلم أن تتكلم وأنت ساه الله عن الجنة والنار خليق بمن وقف في العلم وتعليم الناس أن يتذكر مقامه بين يدي الله فإنه سيقف بين يدي الله في يوم لا ينفع إلا الصدق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم شهد الله من فوق سبع سماوات أن ذلك اليوم الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصر فيه ما في الصدور من محبة التبرز ومزحمة العلماء وتزين للإنسان بما ليس فيه والدعاء أنه من أهل العلم ويبدأ بعبارات العلماء وبكلمات أهل العلم من تشبع بما لم يعطف ولا بكلابس ثوبي زور ومن هنا الشبهة تأتي حينما يغتر الإنسان بنفسه فهو جاهل في نفسه وجاهل أنه جاهل وهذا من أعظم ما يكون سواء كان من نفسه أو من غيره ولذلك قام العلم وقام العلماء أقام العلماء علمهم على الأمانة والأمانة قائمة على الصدق أن الإنسان يصدق فيما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأولى ما يكون الصدق في دين الله وأولى ما يكون الصدق في هذه الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض فأشتقن منها وأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مسائل العلم إذا نزلت لا تنزل إلا بالعلماء ولا يسأل عنها إلا العلماء يقول من شاء ما شاء ويقول هذا تحجير للعلماء نعم هذا تقديس للعلماء نعم لأنهم أهل لذلك نقدسهم هذا التقديس الذي أذن الله به ورسوله بإعطاء كل ذي حق حقه فقد قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نقدسهم تقديسا يرضي الله نقدسهم القدس القدسية هي الطهارة أي أنهم أناس طهر كلامهم من الكذب والغش والدعاء العلم فهؤلاء لهم قداسة لهم مكانة لكنهم إذا كانوا علماء بحق ومن هنا خلط العامة بين أهل العلم وغيرهم فإذا جاء أنصاف المتعلمين هؤلاء وجاءوا بالطوان فأحلوا ما حرم الله أو رتعوا في الشبهات وأخذوا برخص أهل العلم وانكشف أمرهم قالوا هؤلاء هم أهل العلم فوصفوا العلم بما هو منه بريء ولذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عن عبث الشيطان أنه يسول له وأنه قد ارتقى وانتقى وأنه حاز التقى حتى يصير من أهل العلم والفتوى وإذا أردت أن تكون عالما بحق فابدأ بالصدق وابدأ بالأمانة ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عليه الصلاة والسلام بالنصيحة وجعلها الدين الخالص الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم عامة المسلمين ضعفاء وفيهم الجهلاء والبسطاء فمن يأتي وينمق لهم العبارة لكي يظهر لهم أنه عالم وأنه متمكن وأنه ويختار المسائل الغريبة في عبادات الناس ومعاملاتهم مسائل لو عرضت على الأئمة الراسقين لجث أحدهم على ركبتي خوفا من أن يقول على الله بدون علم وهذا يرتع فيها ويرثع ولو كان قد حاز ما حاز ما دام أنه ليس عنده بصيرة وليس عنده إلمام وإتقان للباب الذي يتكلم فيه والعلم الذي يريد أن يبينه فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونم ينصى هذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس وقد يكون العالم متمكنا وتخفى عليه المسألة فإذا خفيت عليه المسألة فهي مشتبهة عليه وقد يقوم له دليلان متعارضان متكافئان ولا يستطيع أن يرجح أحدهما على الآخر فالأمر مشتبه بالنسبة له وأما في الغالب إذا ترجح أحد الدليلين على الآخر وجب المصير إلى الراجح وترك المرجوح وإذا كان أحد الدليلين أظهر والثاني معنا دلالته أقل وهو القائم على الدلالة المرجوحة وجب المصير إلى الظاهر ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إلى العلماء حتى يخرج من المشتبه وإذا كان طالب العلم مطالبا بالرجوع إلى العلماء فإن عامة الناس من باب أولى وأحرى وإذا أراد العبد أن يستقيم له عمر دينه فإنه يسأل العلماء وقد كنا ومما يدل على صلاح الناس واستقامتهم وكثرة الخير فيهم إذا أردت أن تنظر إلى أي أمة أو أي جماعة أو أي حي فيه خير فانظر إليه إذا جاءه العالم فإن وجدتهم إذا جلس العالم بينهم سألوه عن حلال الله وحرامه والتمسوا بيان المشتبهات فحينئذ تقول لا زال هؤلاء في خير من أمور دينه أما إذا جلس العالم بين هؤلاء ولم يذكر ولم تذكر إلا أفراد المسائل ولربما تذكر أفراد المسائل ولا يلتفت إليه وكأنهم فيغنا عنه فعندها تعلم أنهم أقوام محرومون والمحروم من حرم ليس هناك حرمان أعظم من حرمان الدين إذا جالست العالم أو جاء صاحبت العالم فاحرص على الاستفادة من كل لحظة فإن العلماء بشر يأتيهم ما يأتي غيرهم من عوارض الدنيا فاليوم هنا وغدا هناك واليوم يأتي وغدا لا يأتي واليوم يجلس وغدا لا يجلس واليوم حي وغدا ميت فتتدارك أهل العلم بسؤالهم والاستفادة منهم وحينئذ إذا رأيت أمة إذا جلس العلماء بينها سألت فإنها أبعد ما تكون على المشتبهات وإذا وجدتها إذا جلس العلماء بينهم غفلت فإنها أقرب ما تكون إن لم تكن مبتلة بالمتشابهات ثم هذه المشتبهات والمتشابهات والمشبهات تحصد دين الإنسان والعياذ بالله ولربما تنتهي به إلى العاقبة الوخيمة في مسائل العبادات والمعاملات ووالله إني لا أذكر أناسا من أهل المدينة في أيام والدنا رحمه الله ورحمة الله على جميع أموات المسلمين كان بعضهم تجارا حتى إن بعضهم تكون عنده المحل اليسير ليس بالتجارة في تلك الأزمنة لم تكن بالشكل لكن هناك من عطاه الله مالا كثيرا ومنهم من هو من حفظة القرآن فكانوا لا يدخلون في محلهم شيئا إلا إذا سألوا هل يحل أو لا يحل فوجدت عند هؤلاء بعد وفاة الوالد رحمه الله بعض المسائل الدقيقة واستفدتها منهم وهم من حفظة القرآن لكن انظر كيف فازوا بالعلم وحفظوا عن العلماء بحيث كانوا يسألون عن كل شيء لأنهم يريدون ما يرضي الله سبحانه وتعالى متى ما جهل الإنسان شيئا فعليه أن يأخذ بوصية الله إذا أردت السلامة وأردت أن تكون طالب علم بحق وأردت أن تكون مسلما سلم الدين من لسانك فإنه عليك أن تأخذ بهذا الأصل أي أمر تجهله اسأل عنه أهل العلم وإذا سألت أهل العلم لا تسأل إلا من ترضاه حجة لك بين يدي الله فإذا وفقت لهذا فإنك على سلام في أمر دينك السؤال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف أصبحت عالما قال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول فمن رزق السؤال والتحري والضبط والإتقان كم من مسائل عن أئمة الإسلام ودواوين العلم والجهابذة أثرت عنهم مسائل ولكن هذه المسائل منها من تشر في عامة طلابهم ثم خاصة خاصة الطلاب وفقهم الله لضبط علم هؤلاء الأئمة فكانوا يبينون مشكلات المسائل التي حفظها غيرهم لأنهم كانوا إذا سألوا سألوا بتحر وإتقان وضبط وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله جل جلال فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التوفيق في العلم والعمل والدعوة وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك لوجهه العظيم والقبول منه فالعصمة كلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض العلماء في قولي تعالى وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قال هو القرآن والسنة فالقرآن حبل الله من اعتصم به نجا والسنة بيان للقرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ وُتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهِ فهي بيان لكتاب الله فإذا اعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لأهل العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر والذكر هو القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون فهؤلاء زكاهم الله عز وجل بما فتح عليهم من واسع فضله في العلم وضبطه فإذا رزق الإنسان في المسائل المشتبهة ومسائل العلم أن يسأل عنها من يوثق بدينه وأمانته فإنه يسلم من اشتباه الأمور ولذلك يوصف الشيء بكونه مشتبهاً إذا كانت تتجاذبه طرفان متناقضان فحينئذ يكون أمراً مشتبهاً أي فيه شبه من هذا وشبه من هذا لا يدري أيعمل بهذا الذي يقتضي حلة أو يعمل بهذا الذي يقتضي تحريماً والمنبغي هنا مسألة وهي أنه قبل سؤال العلماء لو أن الإنسان نزلت به مسألة فأشكلت عليه وحصل عنده لبس فيها فعليه أن يحتاط ولا يستعجل ويقول الأصل في الأشياء الحل وهكذا إنما عليه أن يتحفظ وأن يحتاط فإذا تعارض الأمر بين الحلال والحرام فإن عليه أن يتقي فعله لأنه يحتمل أن يكون حراماً وقد أمر باجتناب الحرام ومن ذلك أمثلة ذكرها العلماء قالوا إذا اشتبهت أخته بزوجته بأجنبية حرم عليه أن يقدم عليها فلو دخل الخباء كما كان في القديم في أسفار الناس واختلاطهم ربما دخل الخباء فاشتبه لهذه المرأة هي زوجة أو امرأة أجنبية حرم عليه أن يقدم عليه إقدام الرجل على امرأته لأن هنا سبب قائم يقتضي التحريم وهكذا إذا اختلطت ميتة بمذكاه هناك شات مذكاه حلال لأن الله أحل المذكى فقال إلا ما ذكيتم وهناك شات ميتة كلاهما سلخ واختلطت عليه هل هذه المسلوخة هي الحلال أو هذه المحرمة فحينئذ يمتنع من الاثنين لأنه ليس عنده مرجح لأحدهما والسبب للتحريم قائم وهذا له أصل فإن العلماء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوقوع في المشتبهات بيّن أنها تقود إلى الحرام ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرت استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحيض أنه صنع كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح لكنها قالت إلا أنه كان أملككم لإربه ولما ذكر التقبيله وهو صايم بأبي ومي صلى الله عليه وسلم فالشاب الحديث العهد بالزواج يشدد فيه بعض الآئمة ويمنعون لأنه في الغالب لا يؤمن من مثلها أن يقع في الحرام ولذلك قالوا أنه لا يباشر المرأة إذا كان شديد الشهوة أو من يغلب على ظنها أنه سيقع في الحرام لا يباشرها وإنما تتزر فيباشرها من وراء الإزار وهي مسألة الاستمتاع والمفاخذة فالشاهد أنهم فرقوا بين من لا يأمن ومن يأمن كل هذا مراعاة للأصل والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا أنه من حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه والحماء ممنوع وكانت العرب في القديم كما هو معلوم أعز المال هو بهيمة الأنعام وأعزها الإبل ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل خير له من حمر النعم فهذه الأموال والتي هي عزيزة كريمة الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يحفظها أن يحافظ على موردها المورد هو الماء الذي تشربه فكانت العرب تهتم بالماء ولربما تقتل القبيلتان على بئر أن البئر حياة لها بإذن الله عز وجل وحياة للنعم ونحفها ومن هنا عظمت أمر الحماء المراعي الأماكن الخصبة التي فيها مرعة فهي تبحث عن الماء وتبحث عن المرعة ففي القديم إذا كانت الإبل كثيرة كإبل الصدقة كانت لبيت مال المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي فحمى عليه الصلاة والسلام مواطن وحمى الخلفاء الراشدون من بعده مواطن هذه المواطن يمنع أحد أن يرعى فيها ولذلك قال ألاوى إن لكل ملك حمى وهذا جرى في العادة والطبيعة وضرب المثال عليه الصلاة والسلام من باب التقريب لتمكن السامع من الفهم والله ضرب الأمثلة لكي يكون الأمر أقرب للفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم بما هم يعهدونه وما يعرفونه فلكل ملك حمى قال عليه الصلاة والسلام ألاوى إن حمى الله محارم هذا الحمى كانوا في القديم إذا وضعت القبيلة أو وضع العظيم أو الشيخ في القبيلة حمى وجاء أحد ورعى في هذا الحمى فإنها تأخذ أمواله وتأخذ الإبل والغانم التي دخلت إلى هذا الحمى ويوجبون عليها أيضاً ضمان وأيضاً حتى في مسائل الفقه قالوا من أتى بغنمه أو بحلاله على أطراف مكة فدخلت ورعت في الحرم ضمن ووجب عليه الضمان لأنه لا يختلى خل الحرم والشاهد من هذا أنه تعاطى السبب القربان من المكان المحظور النبي صلى الله عليه وسلم قال ألاوى إن لكل ملك حمى ألاوى إن حمى الله محارم فالله سبحانه وتعالى حرم أشياء وهذه الأشياء حمى ولا يجوز للإنسان أن يقع فيها وكما لا يجوز له أن يقع فيها لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب للوقوع فيها لأن الأسباب السببية كما هو مقرر عند العلماء تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة والسببية القوية مؤثرة في الحكم هذا يبحثون في باب الجنايات في باب القتل متى يكون عمدا ومتى يكون شباعا عندهم السببية المفضية إلى الزهوق وهذه أقوى من السببية الضعيفة ومن أخذ إنسانا وربطه ثم رماه في زريبة فيها أسد أو مثلا ربط أنهشه حية قاتلة جاء وأنهشه حية فالذي قتل هو الحية لكن من الذي تسبب في مباشر ومتسبب فحينما يأتي الإنسان ويتعاطى أسباب الوقوع في حمى الله ومحارمه فإنه حينئذ يؤاخذ وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستدرج الإنسان فيبدأ معه بأطراف الحمى وهي الشبهات وأطراف الشبهات أطراف للحرام لأن الشبهة تقودنا الوقوع في الحرام فإذا هو حفظ نفسه من الشبهات فإن الله يحفظه من المحرمات كل من عود نفسه على البعد عن المشتبهات واتقاء الشبهات فقد سلم له دينه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه البراء النزاهة الإنسان البريء هو النزيه مما يوصف أو يلصق به والإنسان إذا وقع منه الخلل لا يسلم من عتب الناس ومن عتاب الله وهو أعظم ولذلك الأمور التي حرمها الله تنفر منها طباع الناس الناس بفترتها تنفر منها فهي مذمومة عند الخلق وعند الخالق فإذا وقع في الشبهات فإنه نسى الله السلامة والعافية لم يستبرئ لعرضه فلا يسلم من الناس ولذلك من يتعاطى الشبهات تجدهم يتهمونه بأنه متساهل في دينه وإذا أصبح يبحث في المسائل الغريبة ويرخص للناس ويعبث بدين الناس لا يستبرئ للعرضه فلا يسلم من كلام الناس فيه ومن اتهامهم له أنه يريد أن يضيع دينهم عليهم وهكذا في أمور العبد فيما بينه وبين الله فإنه يستبرئ لدينه وعرضه يستبرئ لدينه لأنه يلقى الله وهو سالم من الحرام لأن من سلم من الشبهات فمن باب أولى أن يسلم من الحرام وأما إذا لم يسلم من الشبهات فإنه سيقاد إلى الحرام والعياذ بالله فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله واستبرأ لعرضه فالناس ما تتكلم فيه لأنه تراه مستقيم على دينه بعيدا عن الشبهة بعيدا عن ما هو حول الحمى فتشهد له والناس شهود الله في أرضه كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض كما في صحيح البخاري فالمقصود من هذا أن البعد عن الشبهات استبراء للدين والعرض واستبراء الدين هو الورع إذا استبرأ الإنسان لدينه بمعنى أنه أي شيء في دينه يطلب فيه السلامة فهذا هو الورع والورع الورع مفتاح الزهد كما أن الورع مفتاح الرضا من الله سبحانه وتعالى ومفتاح الزهد ومفتاح الخير في الدين والدنيا والآخر كل من غيب قلبا في جسده يخاف الله ويراقب ويخشاه ويبعد ويبتعد عن الأمور المشتبهة فإنه أقرب ما يكون إلى ربه وأقرب ما يكون إلى السلامة والعافية فنسأل الله بعزته وجلاله وعظبته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته وأن يثبتنا على طاعته ومرضاته وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من هذا الحديث بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر يقول السائل هل يجوز لأهل مكة أن يحرموا للحج والعمرة من أي مكان من حدود مكة أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يا لملم ولأهل نجد قرن المنازل وقالهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة فقوله عليه الصلاة والسلام حتى إن أهل مكة يهلون من مكة يدل على أن أهل مكة يحرمون بالنسك من مكة لكن هذا العموم جاء ما يخصصه في العمرة فإن عائشة رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع ورغبت أن تعتمر فإنها أنشأت العمرة وهي في مكة ورغبت فقال عليه الصلاة والسلام ورغبت فيها فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك لأنها كانت هي في الأساس جاءت من المدينة متمتعة ولما جاءت إلى ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرف قبل أن يدخل إلى مكة وهي النوارية حاضت رضي الله عنها وأرضاه فقال ما لك أنفست ذاك شيء أنفست أي هل حثت ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوه بالبيت فانقلبت إلى قارنة فأصبحت نيتها بالقران وهذه من الأحوال التي ينقلب فيها المتمتع إلى القران فلما انقلبت المتمتعة قالت في نهاية الحج يا رسول الله لأنها في الأساس جاءت تريد الحج والعمرة لأنها نوة التمتع تريد فضيلة النسو كيل فقالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فبيّن لها أنها قد جمعت بين النسو كيل فقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك فأثبت لها حجا وعمرة والمراد بالقران فلما أبت وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها ما ذكر التنعيم ولا غيره وإنما أمرها أن يخرج بها إلى أدنى الحل لماذا؟ لأن أهل مكة في مكة والعمرة هي زيارة البيت زيارة الكعبة وهذه الزيارة مدم أنه في مكة يجمع ما بين الحل والحرام فيخرج إلى أي موضع من أطراف الحل سواء التنعيم أو غير التنعيم كالجعرانة أو غيرها فإذا خرج إلى أطراف الحل ولو بخطوة واحدة من أدنى الحل ولذلك تجد العلماء يقولون يحرم من أدنى الحل لأنه لا يلزمه أن يأدنى مسافة وإنما من أطراف الحل بمجرد أن يكون خارج مكة وفي الحل فإنه ينشئ العمرة ثم يدخل فأهل مكة يهلون من الحل من الحل بالنسبة للعمرة والأفضل لأهل مكة الإكثار من الطواف وهذا مذهب كثير من السلف رحمهم الله أن الطواف أفضل لأهل مكة من الذهاب للعمرة إلا فيما وردت فيه العمرة بخصوصها كالعمرة في رمضان أو نحو ذلك يريد فضيلة التمتع أو نحو ذلك فالمهم أنه من ناحية العمرة الأفضل أن يكثر من الطواف لأن العمرة زيارة البيت وهو في مكة فبدل أن يخرج ويتعنى حتى كان عطاء وهو فقيه مكة وكان يصيح الصائح حطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رضي الله عنهما كان من علمه وفقه في المناسك يصيح الصائح في الحج ألا يفت الناس إلا عطاء هذا الإمام رحمه الله كان يقول لا أدري هؤلاء الذين يعتمرون من التنعيم ألهم أجر أو لا وهذا فيه تشدد وتوسع لكن العلماء كلهم على أنه يجوز لأهل مكة أن يخرجوا للعمرة لكن ينبهون لكن ينبهوا على أن الأفضل أن يكثروا من الطواف بالبيت فهذا أفضل لأنه هو البقصود من زيارة البيت والله تعالى أعلم أثابكم الله إضافة أعمال البر إلى أصحابها كمن بنى لله مسجدا وأراد أن يلحق اسمه أو اسم والديه إليه هل يجوز هذا أم أنه منهي عنه لقوله تعالى وأن المساجد لله الآية أثابكم الله ولا إشكال أن المساجد لله هذا بلا إشكال نص القرآن ويجمع أهل العلم رحمه الله وأن المساجد لله المسجد وقف والوقف يخرجوا لإنسان من ملكه لوجه الله فإذا أخرجوا من ملكه لوجه الله لم يملكه فإذا أخرجوا من ملكه لوجه الله لم يملكه إلى يوم الدين فلو أنه كانت عنده أرض وقال هذه الأرض أو قفتها مسجدا أو بناها وأذن للناس أن يصلوا فيها بنية أنها مسجد فقد خرجت عن ملكه هنا أمران من بنى المسجد وأصبح يعتقد أنه مالك للمسجد وأنه يفعل في المسجد ما يريد وربما يبيع أشياء من المسجد ويبدل ويغير يقول هذا مسجدي أو أبناؤه يقول هذا مسجد لأبينا والذي بناه أبونا أو نحو ذلك هذا خطأ المسجد إذا أوقفته لست بمالك الله لأن الوقف تحبيس لله عز وجل ولذلك لو أن هذا المسجد تعطلت مصالحه وأريد أن يباع لابد من قضاء القاضي هذا بيجمع العلماء ما يبيعه هكذا لماذا؟ لأنه لا مالك له فيرجع الأموال التي لا مالك لها من الذي يتصرف فيها؟ القاضي فالقاضي يقضي بعد النظر في صحة بيعه ببيعه لماذا؟ لأنه ليس مالكا له فالبعض أصلحهم الله يتصرفون في المساجد إذا بنوها حتى إن بعضهم لو بيدياً يمنع من يدخل ويخرج باعتقاد أنه المسجد هذا مسجد له ولأبيه وهذا خطأ كما ذكرنا من هذا الاعتقاد نعتقد أنه كأنه مالك للمسجد لكن لو أنه قال هذا المسجد بناه أبي وأنا أريد أن أقوم عليه وقام جزاه الله خيراً بمتابعة المسجد والعناية به وإصلاحه وتهيئته المصلين فهذا نسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يعظم أجره ويكون له أجران أجر من قام على المسجد وأجر من بر والديه ومن بناه على نية أنه صدق على أبيه وأمه فكذلك فتسمية المسجد باسم الأب والأم هذا لا داعي له لكن من باب في بعض الحيان يجوز أن يقال مسجد بني فلان وكان مثل مسجد بني عبد الأشهل ومسجد قباء فهذا كله جائز من باب النسبة لكن ليس معناه أنه كالمالك للمسجد وأن هذا المسجد أصبح حجراً وتحت تصرف من قامه ومن أوقفه فالمساجد إذا كانت تسميتها من هذا الباب على أساس المعرفة أن تعرف أو كذا فلا بأس ولكن الأفضل والأكمل إخفاء الصدقة الأفضل والأكمل إخفاء الصدقة ولو أنه سماها باسمه فقال مسجد فلان أي أنه بناه على أنه من باب التمييز بين المساجد أو كانت هناك مصلحة في تسميت المسجد وقال لا بد أن تسميه فسمى ما في بأس وهذا أقل درجة من الذي يخفي لأن الذي يخفيها أعظم أجراً عند الله وأعظم ثواباً عند الله أن يتصدق وأن يبني المساجد ولا يريد أحداً أن يعلم بما فعل وإذلك إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وجد أنه بنا مسجداً لله ولم يبنيه لنفسه ولا لأبيه ولا لأمه ولا لأدل أن يسمى لفلان أو علان هذا أفضل وأكمل فالشاهد من هذا أن إخفاء الإسم اسم الباني والمتصدق لا شك أنه أفضل أو يسميه باسم الحي مسجد حي فلان لأنهم كانوا يقولون مسجد بني الأشهل لأنه كان في حيهم وفي دورهم وهم بطن من الأنصار رضي الله عنهم ورضاهم فالشاهد من هذا لا بأس ولا حرج لكن إذا كان على سبيل الرياء نسى الله السلام والعافية أو على سبيل الظن أنه أصبح هو والده مالك المسجد من المقاصد المحظورة التي بيناها فهذا ينهى عنه ويمنع منه والمساجد لا شك أنها الأصل لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً ونسى الله أن يزقنا الإخلاص والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للإمام أن يصلي أو يقرأ من منتصف الآية أثابكم الله الأصل أن يبدأ من أول الآية لأن المعاني تمامها من بداية الآية هذا في أغلب آيات القرآن ولو أنه كان لا يحفظ إلا من منتصف الآية أو التبس عليه الأمر أو ارتج عليه فبدأ من منتصف الآية فلا بعث ما في حرج لكن البداء من أثناء الآية هذا خلاف الأولى وأما الدليل على أنه يجوز له ذلك فعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه ومن قرأ من أثناء الآية فقد قرأ ما تيسر لكنه خالف السنة وخالف الأصل وخاصة إذا كانت مجتملة على محظور ما يكون فيه الفهم الخاطئ أو ارتبط آخر الآية بأول الآية فهذا ينبغي أن يراعي فيه المعنى وأن يقرأ القرآن على أتم الوجوه وأكملها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم صلى الله وسلم صلى الله وسلم البقاء صلى الله وسلم صلى الله وسلم آخر بد��면 س放chain اشتركوا في القناة